بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شباب كيف حالكم مشاهدة طيبين نكمل اليوم تختيم لعبة resident tv الزيرو اخر مرة اذا تتذكروا جينا الى هذا الميزان له ميزان الخير والشر بس اكتشفت بعد ما حطيت المجسمات اكتشفت ان المجسمات مو كاملة مو الحين وقته لازم نستنى ان نكملهم وبعدين نجي لهذا المكان فالحين راح احطه هنا راح احطهم هنا عشان اوفر في نفس الوقت اوفر مساحة راح اعطي اوه بدلت بالمسدس اخلا اكسشينج خلنا هنا اوكي حلو اوكي راح احط الابيض طبعا احتاج اكملهم يعني احط لجنة حان احط الاشياء ايوز طبعا ما راح يفتح الطريق لاننا مو متوازنين طالعا طبعوا الطريق اللي الحين نروح الى خلنا اول اروح ااااااااااااااااااااااااااااااااااااий عشان افضل اشياء اللي عندي ونروح للمكان الواسع الا في السلاسل لان هذا كمان يعني في شي في سلسلة نقدر نستخدمها نقدر نسحبها انا ما انتبهت له في البداية ولكنه لا يبدو ان يبدو ان السلسلة افضل بصندوق دعنا نروح لصندوقنا ونفضل اشياء اللي ما نحتاجها فانا ما انتبهت دعني مثلا هذه اتوقع هذه ما راح توجد اضعها دعنيها هنا الحبر راح اخلي الجانب خوية دعني الحبر هنا اه 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 اوكي الحين اريبك اطرحي هذا المدفع لهذا اه امتلت الغرفة اشوف موحا كانت صارت تكنها صنديق اترك كنت لا تقريدت التالي الغرفة بالكامل صارت اوه الغرفة كلها امثلت يعني يبغى لي اشوف غرفته اعجلة خلي المكان الثاني جنب الالة الكاتبة اللي تحت اوه يعني كل غرفة لها حد معين بس لحظة خلني قبل هذا خلني اخد خلني اخد البندقية توقع اني راح تاجها ايو البندقية هذي احسن من ديك لان تشيل يعني تشيل سبع رصاصات حلو نحط شوي combine حلو اه 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 لحظة خلني اشتوقع حين ربكة تقدر تطرح الكبير هذي لانش لناش حاجتين ايو exchange خلني تاخد رصاص البندقية لا انا مش حبر ايو exchange exchange انا اخد خلني ادمجهم اشوف هالين ديمجو حلو حلو اه لا exchange خلني اوكي حلو لا exchange الحين حلو حلو الحين خلي التحكم عند ركاتيم حلو حلو شغل نحن الحين نروح للمكان الواسح اللي كان فيه سلاسل حلو وطبعا نروح من هالمكان هذا انا 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 بعد ما وقفت الفيديو فقعدت ادور في هذا القصر او هذا السنتر مركز ابحاث انبريلا عشان لا اضيع وقت يعني اعرف اشي اسوي في الفيديو الجاي فانتبهت ان انا يعني في شي ما انتبهت له انه هذه الغرفة الكبيرة انه في عندك اربع بكرات اللي هم هدولة فانا كنت اجي عند واحدة منهم هالشكل فكنت افكر كلهم نفس الكلام وقعدت تدور ادور لين في الاخير بالصدفة جيت لهذه البكرة الثانية اكتشفت انها مختلفة فعرفت انه هنا الطريقة فهذه الفكرة يعني انه انه يرفع القفص لانه يعني اقوى من ريبيكا بعد نروح لأ ريبيكا ريبيكا حتى ما عطيت السلاح ريبيكا الوحر اش اسمه تاخد هذا الشي لا هو عن المفتاح ايبا اصمت له ريباكا امنها هيا ريباكا تمتضح باني مرة ثانية مرأة 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 المترجم للقناة خسرنا رصاصنا كله يا ريكا هل أنت بخير؟ نعم حسنا حسنا الزعيم ليس بديك الصعوبة خسرنا رصاص الآن دعنا أخذ من ريبيكا المفتاح دعنا المفتاح يا ريبيكا دعنا أفعل مفاتيح 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 أتوقع هذا المفتاح يفتح الأبواب الحمرة في بداية اللعبة دعنا أرجع من هذا السن الدرج مفاتيح 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 فهذا هو الطريق يعني تابعت البكرة من أول أعرفت أما بالنسبة للميزان الخير والشر هذا أتوقع أنه بعيد هل لازم نحصل اجزاء نركبها على اوكي هذا اخذ خلنا ناخذ كيف ما يقدر يحمل شوف ريبكة تقدر اكيد اوكي السكين خلها هنا اتقع احتاجها طيب نرجع الى المكان اللي احنا فيه ونروح الى الابواب حق النار فتوقع فيه بابين احنا مرينا عليهم باب هنا وباب يصير قريب من الغرفة اللي فيها المصعد اللي استخدمه فراح اخلي ريبكة هنا اسلم ليها اخليش يا ريبكة هنا احنا احنا ادخل لنحن احنا هالزومبي دولة مهما تقتلهم يرجعوا فراح احاول اتفادهم واروح للباب وادوهم دايما نجوك ما تخلص منهم زين قدرنا انتفادا فاروح افتحها على طول طلع حق يعني واتوقع ان الغرفة اللي راها يعني اللي دخلتها ريبيكا قتلت فيها تدين عقار واتوقع ان هذه الغرفة الباب اللي ازرق هذا مفتاح الماء ناخد هذا الشي اوه وكانت كاري يعني مور خلن اطرح العشرة هنا اخذ القزرين اوه هادي حقا اوه فهمت ناخد هذا الحين فهادي اتوقع اني استخدمها يعني استخدمها على الولاعة عشان افتح ذاك الباب اللي في اه اللي تجنبه صورة الشاي بالله ماسك اه شمعة خلنا خلنا الحين ناخدها هذا طيب واش في بعد غير هالاشياء اوه هادي حقة الميلتوب ما نقدر نحملها خلي هلاق ثاني الحين خلنا ارجع اه خلنا ارجع للباب الاحمر الثاني لانا في باب احمر ثاني اوكي 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 اجتمعوا علينا اه 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 ارمي ان شاء الله يطيح بالمي ان شاء الله تجد ما destرتي في بعض ثاني يصل اتوقع الغرفة البابين الكبار غرفة الكونفرنس هناك واحد سأخليها محلها ريبيكو اروح الى هذا الباب شوفوا ايش فيه اتوقع ان هنا هنا اتوقع ان في باب احمر خارج دائما هنا عص querer هيا هذا الباب احمر ايه هذا الباب احمر طبعا خلاص و البابين فهو رمى المفتاح قال لي ما راح تاجه ان يمور اذا اذا اتوقع ان يتوقع هاا طيب هالغرفه جديده نحضه اوكي اوكي في اغصاص هنا اوكي حلو نحضه اوكي انزل اوكي حلو بعدين اوكي انزل مزيح هادي اوه في رصاص من دقيقة نحو اوه 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 تبا خلنا اكل هذا بما انه تعبان طيب اساستنط شركة سبتمبر 2 ويندز اوه 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 يعني اذا شفت شي مضلل والله شي يعني رقم اخذه بس الى كلام فاضل اوكي في شي هنا اوكي اين ايه على حق لغز الساعة ابقى الحين نرجع خلناه تسلح بالبندقية احرا لانا بجينا هذا الزومبي انا قاتل انه من اول احسن نحن نرجع اوكي هذا احي ما تقرب افا ما اجبت هذا تشكلا ما في فايدة يرجع يقوم فخلي مدام جيت هنا مرة واحدة ادخل الباب هادا كله في حيوان ببما انه يعني الولاعة انا اه يعني حطيت فيها الفيول استخدمها هنا حيوان حيوان نحن يفتح هذا الغار اوكي حيوان نحن كان يفتح أن يفتح اوكي عاصة اللحن الضربة موفقه هذه الضربات الحلوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا بس المشكلة ما عندي مساحة اني ااخدها طبعا هذا اتوقع سلاح حق المسدس الكبير اللي عنده اللي عنده ريبيكا فيعني نرجع لبعدين الان بقى علينا اللي هو العقرب هذا الكبير فخلنا الحين نرجع اللي حصلنا يعني عقرب الساعة الكبير نستخدمه على في لغز الساعة هتوقع عشان نفتح الابواب اللي عليها صورة ساعة اللي هي البيض اوه غلط انا جيت هنا المفروض ما عليش تخلط اللي لكن اسبع خلني نجد طبعا الحين اتوقع عنده انه يعني مهمتي اني افتح الابواب اللي عليهم اللي فوقهم الساعة شو اوه كان ودي اسيب هينها اوه كان ودي اسيب هينها خلا بعدين احضر له هتوقع مهمتي الحين افتح الابواب اللي فوق هالساعة ولازم نضاهر احط نفس الساعة الموجودة اللي له هذا الباب بس المشكلة ما يبين كم يعني انا يعني ما اشوف مزبوط احداش وخمس كان احداش وخمس او واحدة وخمس فلحظة اش عندي انا احداش وخمس خلني احط الجناحين هذولا خلني مثلا ارمي خلني ارمي هذا هنا او ما اقدر يعني بس مؤقت احطه احطه هنا ايه احطه هنا مؤقتا عن عشان بس اقدر اسشيل له الابيض هذا واركب عليه الجناحين خلني احقوها فتك منا اكيدو صار اثقل Find out اولا شرب خلني اخذ ارجع اخذ النيدل بعدين اروح الى مكان الساعة خلني اتسلح بهذا هنا باشوف باجرب يعني احط في الساعة 11.5 مالا باشوف هدي يضبط لا اوك هنا لا 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 ضيعت انا محل الساعة اه لحظة لا لا اتوقع الباب اللى جنب الباب اللى جنب الباب اللى فوق الساعة يعني يصير هنا ايوه هذا الباب اللى يوديني لان المصعد خلاص ما يستخدمه ايوه هنا ايوه هنا لازم امر به الطريق اللى قتلنا فيه ال ابو اربعة واربعين ما ارش يسموه الدودة هادي بلد ايوه 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 خلينا اخذ النبتة الحمري نبتة حمره هيا خليها بعدين هنا طبعا في خليها تسلح بالله اتوقع انه في عقرب في عقرب الضهر ما قتلت عربيكا يوم الجهنة فتوقع النبي صادف نعم ايوه هنا ايوه هنا ايوه هنا ايوه هنا فهذه هي الساعة فيها بس عقرب الساعات فانحط عقرب الدقائق كانها 11 وخمس اوكي عقرب الساعات اوه غراب او ان كان العكس انزال الساعات خلي على الرايت والمنتة على الليفت هاي شكل ما نطول فيه فانا راح يعني اسيب خلني اني اسيب وبقعد يعني افكر فيه هذا اللغزة دور واذا ما عرفت كلش راح يعني اجرب الاوقات كلها يعني هذا اضعف الايمان بس يعني هذا افضل شيء راقع اني اذا ما سويه خلنا اخذ النفتة الحنغة هذي لحظة ارميها في الصندوق يعني الله توني ادر انه يعني الغرفة لها يعني لها حد معين تحط فيه ادوات فراح السيب وانهي هذا البارد وانهي هذا البارد وانهي هذا البارد اتوقع انه لازم يعني الحين نفتح ابواب الساعة فتحنا البواب الحنغة بقى الابواب الساعة ما ادرى عندي حضر الله لا الله ما عندي حضر اه نروح لاغرفاتنا دي روما مين بين هل هي اربع وخمس مو عباح. وكي. خلنا نحط النبتة هيدا. ما قل إذا عندنا ما عندي نبتة خبرة. واخد الحبر احتاج الى حبر واحد بس. لاحظة لاحظة. لازم تكون دقيق في عملية الشيل. اوكي. كيش ما ياخدها اوكي. ايوة. لاحظة حبر واحد. ارجع سيد. وانهي هذا البار تلع اني الى ان القاء حلا. لاحظة الموضوع هذا. اوكي نسيب هنا. اوكي. اوكي نسيب. اوكي اوكي. فيه طويل شوي فراح وقف هنا شباب أشكركم على المتابعة أتمنى أن هذا البارد عجبكم ونكمن إن شاء الله في الحلقات القادمة أشوفكم على خير وفي أمان الله